مدينة مراكوش في انتظار مبارعة اخرى نهاية الاسبوع المقبل امامه منتخب جامبيا منتخب جامبيا ممكن اعتبر حصلة المجموعة المنتخب العاجز على مقاومة منتخبات هذه المجموعة لكن للأسف واسفا ان النقطة الوحيدة التي حصل عليها رفقة مدربي لوتشانو الايطالي الذي اقل من مامي يوم امس كانت امام المنتخب الوطني المعنبي لما كان يقلنا المدرب الملشكي ياري جلس ورامل نصير ممتصر يلا ضرب الجزاء وعلى بعدها المتخب الوطني عبدالسلق حمد الله يشتهد كثيرا منذ طرق الموجة ويتحصل على ضرب الجزاء وبطاقة حمراء للمتخبي تنزانيا لأبروس أغري بوريس موريس مطرون موريس فعيدا عن الموجة والمنتخب الوطني امامه فرصة لكي يسجل امامه منتخب طنزانيا ولكي يرد الاعتبار للمتخب الوطني ولكرة القدم الوطنية ان اليعادة كانت كي عبدالسلق حمد الله تبقى المشي تو شوية لما شاهده يفعل لعب طنزاني لدفعه كانت ضرب الجزاء واضحة مرتبش الحكم الاخر ما عندهم يقول في هذه الحالة ضرب الجزاء للمتخب الوطني المغربي دقيقة 38 خورة مغربية وفرصة سريحة لبلوغ الهدف الاول لتشجيل الهدف الاول عبدالرزاق حمد الله عبدالرزاق حمد الله عنده فرصة للتشجيل في مرمى الحالس شمع كاسيتشا شمع كاسيتشا عبدالرزاق حمد الله في تفيد ضرب الجزاء وقت مناسب شبتا 39 دقيقة وفرصة سريحة لبلوغ الهدف الاول عبدالرزاق حمد الله واحد من وليد البطولة الوطنية قدم شهادة ميلاد مع مناسب كاسا في وليوم مع نادي أليسينس بالبطولة الورفيشية ضرب الجزاء حمد الله يلا سيشلها والهدف في الزاوية البعيدة في الزاوية البعيدة يستشر الهدف الاول للمتخب الوطني المتخد في نتيجة في هدف السفر عبدالرزاق حمد الله المتعلق بالدوري الورويشي موسيقى